بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو صحيفة الحرة الأمريكية تقول تركيا والنظام السوري نبرة جديدة تثير تساؤلات وجدل كبير لمتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بعلاق تركيا بالنظام السوري أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية أطلق وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو قبل يومين تصريحات لافتة هي الأولى من نوعها بخصوص علاقة بلاده مع النظام السوري الأمر الذي أثار جدلا وتساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذه النبرة الجديدة وما إذا كانت ستفرض مشهدا مغايرا للعلاقة بين أنقرة ودمشق خلافا لما كانت عليها السنوات الماضية تتابع الحرة الأمريكية وقال جويش أغلو حسب ما نقلت وكالة الأناظول في رده على سؤال بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمالي سوريا وموقف كل من واشنطن ومسكو منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم تفي بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة وهذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة مضيفا سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام السوري في هذا الصدد وتابع من الحق الطبيعي للنظام السوري أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تصريحات من هذا النوع من جانب أنقرة حيال العلاقة مع النظام السوري حيث اقترن الإعلان في السابق عن وجود اتصالات أمنية واستخباراتية فقط بعيدا عن أي تواصل سياسي أو نية لفتح قنوات اتصال ولا تعترف تركيا بالنظام السوري منذ سنوات طويلة كجهة شرعية تمسك زمام أمور الشعب السوري وتتمسك حتى الآن بهذا الموقف بحسب ما أشارت إليه تصريحات مسؤوليها على رأسهم الرئيس أردوغان خلال الفترة الماضية في المقابل يصف النظام السوري الوجود العسكري التركي بالاحتلال وسبق أن طلبت وزارة الخارجية السورية أنقرة بالخروج كونها لم تدخل بناء على طلب الحكومة السورية كما هو الحال بالنسبة لروسيا وإيران تتابع الحرة الأمريكية تعتبر تركيا إحدى الدول الفاعلة في الملف السوري سياسيا من خلال مصار أستانا وآخر يتعلق بسوشي كما أنها تستضيف أكثر من أربعة ملايين لاجئ سوري أما عسكريا فيظهر الدور الفاعل جليا استنادا إلى الواقع الميداني المفروض من قبل قواتها والفصائل السورية التي تدعمها على طول الحدود الشمالية لسوريا سياقات ولا مصالح وترتبط تصريحات جويش أغلو بثلاثة سياقات زمنية خاصة بسوريا الأول أنها تأتي بعد أسبوع من القمة الثلاثية في طهران والتي جمعت رؤساء تركيا وروسيا وإيران رجب طيب أردغان وبوتين وإبراهيم رئيسي أما السياق الثاني فقد جاءت عقب إبداء طهران نيتها الوساطة بن أنقرة ودمشق في مسائل إبعاد شبح العملية العسكرية التي تهدد بتنفيذها في شمال سوريا وفي حين يتعلق السياق الزمني الثالث بالتطورات المتعلقة بالعملية التركية المحتملة على الأرض تتجه الأنظار إلى قمة سوتي التي ستجمع أردغان وبوتين في الخامس من أغسطس المقبل على أن تتناول سلسلة من القضايا المشتركة في مقدمتها الملف السوري وأثار الدعم السياسي للنظام السوري من أجل إخراج الإرهابيين كما تحدث الوزير التركي حالة من الجدل الواسعة بين أوساط السوريين المعارضين للأسد معتقدين أن الأمر يعتبر بداية لإعادة تطبيع العلاقات لكن الباحث التركي ومدير معهد إسطنبول للفكر باكير أتجان يرى أن حديث جاويش أغلو يأتي ردا على الإدعاءات التي صدرت خلال الأيام الماضية بأن أنقرة تدعم تقسيم سوريا وأن لها مصالح وأطماع داخل الأراضي السورية لذلك هي بحاجة للعملية العسكرية الجديدة ويضيف أتجان لموقع الحرة القصد من التصريح أن تركيا تدعم عدم تقسيم سوريا وأيضا الحفاظ على وحدة الشعب لم يقصد جاويش أغلو بقاء الأسد الدعم يختلف عن التعاون وإعادة العلاقات وقبل يومين كانت صحيفة فينالشال تايمز البريطانية قد نشرت تقريرا ناقشت فيه خطة تركيا في سوريا بالتزام مع التهديدات بعملية عسكرية بعمق 30 كم على طول الحدود الشمالية للبلاد وأوضح التقرير أن الوضع الحالي في شمال غربي سوريا يعكس دورا تركيا فعالا في رسم مستقبل المنطقة بعدما نفذت عمليات عسكرية سابقة لدفع قوات سوريا الديمقراطية وهو التنظيم الإرهابي لبيكاكيه بعيدا عن الحدود كما صلط الضوء على الأدوار التي تلعبها المؤسسات التركية في شمال سوريا من إدارة خدمات وصحة وتعليم وغير ذلك فيما نقل عن مسؤول تركي لم يسمه نفيه الشديد أن بلاده تسعى لتغيير النسيج الاجتماعي لسوريا مؤكدا أن العديد من الأصدقاء العرب والغربيين لم يفهموا التوجه التركي قطعوا طريق وعلى مدى الأشهر الماضية كانت الكثير من وسائل الإعلام التركية من بينها المقربة من الحكومة قد تطرقت إلى طبيعة العلاقات الحالية بين تركيا والنظام السوري وعما إذا كان هناك أي احتمالية لعودة العلاقات كما حصل بين أنقرة وعدة دول أخرى مثل الرياض وأبوظبي وفي أبريل الماضي تحدثت صحيفة حريات عن مناقشات حكومية تجرى للشروع في حوار مع حكومة نظام الأسد بشأن ثلاث موضوعات مهمة وهذه المعلومات لم يصدر حولها أي تعليق رسمي من أنقرة أو دمشق وهم الطرفان الذين يقفان على طرفين قيض منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011 ونقلت الصحيفة المقربة من الحكومة عن مصادر لم تسمها أن الحكومة التركية ترى أن دور أنقرة في الأشهر الأخيرة وخاصة تجاه حل الحرب الأوكرانية وتركيز روسيا هناك قد يكون توقيتا جيدا لحل المشكلة السورية وتشير المصادر إلى أن تركيا في جميع اتصالاتها مع الإدارة السورية تؤكد على ثلاث أشياء لا غنى عنها وهي الحفاظ على البنية الأحدية وحدة الوطن ضمان أمن اللاجئين العائدين إضافة إلى نشاط حزب العمال الكردستاني وهذه المعلومات سبق أن تطرقت إليها وسائل الإعلام تركية خلال الأشهر الماضية لكن ضمن سياق التواصل الاستخباراتي بين سوريا وتركيا الذي لم ينقطع وأكده المسؤولون مراراً الباحث السياسي التركي طه عود أغلو يقول إن اللافت في تصريح جويش أغلو الأخير أنه جاء بعد أيام قليلة من القمة الثلاثية التي عقدت في طهران وفي هذه القمة بدى لافتاً على هامشها الزيارة التي أجراها وزير خارجية نظام الأسد ولقائه النظير الإيراني في طهران ويضيف الباحث لموقع الحرة زيارة المقداد طرحت تساؤلات حول أسباب الموقف التركي الجديد ويمكن القول إن استياء أنقرة من مماطلة واشنطن وموسكو من دعمها في عملياتها العسكرية في سوريا هو أحد الأسباب التي دفعها للإدلاء بهذه التصريحات الجديدة التي تأتي مغايرة للتصريحات التركية السابقة وفي السابق كان الحديث ينحصر في التعاون الأمني والاستخبارات بين البلدين واستبعاد تطبيع العلاقات مع النظام سياسياً ويتابع عدى أغلو يبدو أن أنقرة تريد قطع الطريق عن أي محاولات روسية للتقارب مع النظام السوري وقسد وهذه بالمفهوم التركي ضربة لمحاولات قسد للالتفاف على الخطوات التي تقوم بها تركيا لتوجيه ضربة للتنظيم الإرهابي حسب تعبيره نهج جديد وقبل الوساطة التي عرضتها إيران مؤخراً كانت روسيا قد أعلنت عن ذات الشيء في عام 2019 إلا أن العلاقات بين أنقرة ودمشق بقيت على حالها دون أي تقدم وعلى هامش اجتماع أستان الأخير دعا كبير مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أكبر خاجي إلى بذل جهود أكبر من أجل تمكين الجيش السوري من الانتشار على حدود تركيا لمعالجة المخوف الأمنية لدى القيادة السياسية التركية في إطار اتفاقية أضنى المبرمة بين البلدين وأشار خاجي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إلى ضرورة اعتماد إطار اتفاقية أضنى الموقع بين سوريا وتركيا والتي تلزم دمشق بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها يهدف للإضرار بأمن واستقرار تركيا ويوضح الباحث علوش أن أحد الخيارات التي يطرحها الروس والإيرانيون على تركيا هو دخول النظام السوري إلى منبج وتل رفعة وإخراج المقاتلين الأكراد منها ويمكن أن يكون ذلك حلا وسطا لكل الأطراف لكنه سيكون مكسبا كبيرا للنظام واعتبر الباحث أن أنقرة يبدو أنها تميل إلى مثل هذا الخيار وأنها تمضي قدما في نهج جديد سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة العلاقات مع دمشق لكن ليس في المستقبل القريب ومع ذلك فإن الموافقة التركية المحتملة على دخول النظام السوري إلى تل رفعة ومنبج وتمهيد الأرضية لإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى سوريا كلها خطوات من شأنها أن تساعد في تعبيد الطريق في هذا الاتجاه حسب حديث الباحث بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا معكم ما نقلته الحرة الأمريكية حول نبرة جديدة في العلاقات بين تركيا ونظام الأسد أثارت تساؤلات وجدلا في أوصات مختلفة أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر